انضم المهاجم الدولي الاثيوبي لنادي الاهلية المصري صلاح الدين سعيد ليلة الاربعاء رسميا الى صفوف نادي مولودية الجزائر مقابل 250 مليون سنتيم وتسبيق لأربعة أشهر يكون خامسة استخدام للعميد بعد كلم مرزوجي دم بوهنة ومقداد وتحوم شكوك حول مستوى هذا اللاعب الذي تراجع كثيرا بدليل مشاركته في 19 مقابلة سجل منها ثلاثة أهداف غير أن سعيد الذي سجل هدف الفوز الاثيوبي على لزوت والأسبوع المصرم يؤكد قدرته على تقديم الإضافة للمولودية التي تواصل تحضيرتها بتريمسان